الماليتيمة فلا تقهر يعني كن لليتيم كالأب الرحيم حقيقة هنا أقول في أمثال الأيتام اصنع لهم كما تحب أن يصنع بأولادك من بعدك يحسن إليهم يكرمون يوفر لهم عيشة كريمة من مأكل من مطعم من ملبس تحفظ حقوقهم إذا مثلا والله وريثوا أموالا الله جل وعلا يقول فادفعوا إليهم أموالهم وقال جل وعلا وارزقوهم فيها وكسوهم وقال وقولوا لهم قولا معروفا لا يهانون بل يكرمون و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن عظمة هذه الشريعة حفظت مال اليتيم صغيرا حتى بعض الناس زي ما يقولوا يقولك القانون لا يحمي المغفلين إذا كان قوانين الأرض لا تحميهم فشرق الله يحميهم يعني كفل لك حقك صغيرا كبيرا يتيما ومثل هذه المعاني الجليلة في كفالة الأيتام ترى لأنه سبحان الله الإنسان كل قلب خلى من الرحمة لا تسميه إنسانا يعني أي قلب ما في هذه الرحمة ما في هذه المعاني يعني كيف يعني تقدر تنام أو يهنأ لك عيش أو يطيب لك طعام وأنت ترى أيتاما ما أكلوا ولا شربوا ولا تربوا لأن كلما أعطيت هذا اليتيم أسقيته مو فقط أسقيته أكلا وشربا نحن نريد أسقيته مثل ما تفعل جمعية رفاق لأن هذا العطاء في تكوينه اليوم أنت تريد أن تبنيه ليخدم دينه ويخدم وطنه لأن المرأة كلما كان سعيدا كلما كان مرتاحا سيعطيه فأنت تؤهي الجيل مثل الآن الصورة التي ظهرت معنا والعلون مخرج كذلك يظهر الفينة بعد الأخرى أن أنت تهيئ جيل هذا الجيل الذي يكون متوازن نفسيا وصحيا وعقليا وهذه الجمعيات تقوم بهذا الشأن حتى يكون ذلك المواطن الصالح لأنه يسأل لما يكون مرتاح في كل شيء في كل النواحي هذا اليتيم ينشأ ويربى التربية الصحيحة لا تخف منه بإذن الله لأنه ماشي صح يعني الأبناء غالبا يقولوا في السيكولوجيات علم النفس أن الجريمة تكبر ترى هي ما كبرت اليوم هي ترى نتيجة جراح نعم الصغر والآلام فأحيانا بعض الناس كأنه ينتقم فخلي البيت دايما آمن ونظيف وجميل وفيه كلام الحب والمودة كذلك والأيتام أولى بذلك لأنهم يشعرون أنهم بحاجة إلى ضعف هذه المحبة جميل جميل عين فعد أنا يعني فيه كلمات دائما تتطرق يعني لسمعي ويعني شيء ممكن نشوفه واقع مجرب سبحان الله ما دخل اليتيم على بيت إلا حلت فيها البركة ونت تتكلم عن الرحمة قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله أني أرحم هذه الشياء وش قال لها النبي الله ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رحمتها رحمك الله هذا في الحيوان فما بالك في الإنسان أيضا يعني فيه أمر آخر من هو السعيد يعني في وجهة نظرك من هو السعيد من جنب الفتن صح هذا الحديث من هو السعيد الذي كان مع من الذي كان مع الله ومن هو الأسعد الذي كان الله معه طيب أنت كيف تكسب رضا الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في عون أخيه كان الله والله في عون العبد ما دام العبد يا عون أخيه لذلك أنت السعيد من كان مع الله والأسعد من كان الله معه أنت إذا دعمت الآن الأيتام أو كنت مع الجمعيات هذه في أي جمعيات لا سيما في الجمعية كون أنها يعني تشرف على الأيتام فكان الله سبحانه وتعالى معك أيضا كما تحب أن يقدم لك زي ما قال أبو مفعب قدم لهم هم في حاجة ماسة وأن تساعد في بنائهم وتعليمهم وهذا كله من أبواب الصدقة الجارية التي لا تنتهي حال حياتك و أيضا بعد الممات و كذلك الذكر مقولة للسيدنا علي بن نبي طالب رضي الله عنه يقول من رعى الأيتام رعية في بني يعني أنت بي الله يحفظك و يحفظ لك حلالك و مالك و عيالك و يبارك لك فيهم رعى الأيتام رعى لي ما لهم سنت ما لهم بعد الله إلا أنت سواء بدعمك أو بكفالتك و بإذن الله تعالى الله سيخلفك و يضاعف لك أضعافا كثيرة يا سلام سلام جميل طيب أنه معنا تصميم ثاني دعونا نرى سويا تقرأ عبد الرحمن اغتنم انفتاح أبواب الجنان و كفله في رمضان هذا يسمى الحملة كفله في رمضان فأنت تفتح لنفسك أبواب من الجنة مقدمة لك في الدنيا صدقت و النبي عليه الصلاة و السلام كان جوادا كريما لكن كان أجود ما يكون في رمضان و الصدقة لها فضلها و عظمها و الأجور و الأعمال كلها تضاعف في رمضان و أفضلها الصدقة و كما أوصل نبي عليه الصلاة و السلام إذا لما جاءوا الصحابي و شكى له من قسفة قلبه قال امسح على رأس اليتين و أمسح على رأس اليتين من بينه الدعم و أنت جالس في بيتك معزز مكرم تدخل للتطبيق تتحول للحساب الرسمي و بإذن الله تعالى ربي يكتبها لك في مزال حسناتك و حسناتك تستمد و تجري في الصحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه و على آله و سلم أنا و كافل اليتيم كهاتين في الجنة يقول شراح هذا الحديث كان سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز و بن عثيمين عليهم رحمة الله و على أولماء المسلمين يقولون هذه يدل على قرب مكانتك من النبي صلى الله عليه و على آله و سلم في الجنة لذلك سبحان الله و أشف قال عليه الصلاة والسلام لم يقول كهاتين بلمن و بلسار لا جعلها في يد واحدة في كف واحدة ثم جعلها متجاوية حسنات الله و عبد العزيز ما جعله السبابه مع الخنصر الفارق كبير ربما لكن جعل الوسطى عليه الصلاة والسلام من يده الشريفة عليه الصلاة والسلام مع السبابه المترجم للقناة